السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة أم إلياس للتعليم مرحبا بكم معكم فيديو جديد مباراة جديدة وظيفة جديدة إذن كيف موعدكم سابقا على قناة أم إلياس للتعليم إن شاء الله هتلقوا دائما جديد لمباريات وغد تكون إن شاء الله قناة أم إلياس للتعليم سبب للكثير من الناس أنهم هتلقوا إن شاء الله وظيفة سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص فقط أنتما اشتركوا في القناة وإن شاء الله ما غدتوصلوا إلا بكل جديد وتجي علي على المجهود حاولوا تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء وشاركوا بزاف الله يرحميكم بهالوالدين مع الناس اللي كيكونوا محتاجين لهذه المباريات إذن بالنسبة للمباراة دياليوم مباراة لقوة الملكية الجوية البرية والبحرية كذلك لخريجي المعاهد العليا للتكنولوجيا التطبيقية سنة 2022 أي واحد منكم كيعرف شي تلميذ خريجي المعاهد العليا للتكنولوجيا التطبيقية يستفتلي الفيديو باش يستفد وكيف ما كان نقول سابقا وشعارنا أن يعني اللي كيساعد في تصير الخير رأى كذلك وكيدير الخير عنده نفس الأجر يعني أي واحد فيكم كيعرف شي شخص محتاج لهذا الفيديو محتاج لهذا المباراة يبرتجها معارا إن شاء الله ما غير لكل خير إذن نشوفو القوات الملكية الجوية رأى للإيناد والذكر والتسجيل قبل 21 ينيو 2022 يعني استفدوا بروفيتي ولكازيون باش تفعل هذه المباراة وإن شاء الله رحمن الرحيم رأى كنت تتمنى ومالله خير رأى ما كيكون إلا اللي فيه خير إذن المباراة هي تنظم القوات المسلحة الملكية مباراة لفائدة الشبال المغاربة خارج المعاهد العليا لتكنولوجيا التطبيقية الراغبين في الإنخراط في سلك تلاميذ ضباط الصف القوات الملكية الجوية وذلك ضمن تخصوصات التالية عطين تخصوصات كي نسمعي البصاري الآلية والأدوات الصناعية مكتب دراسة في التركيب المعداني مسيل الأعمال للأشغال العمومية تشخيص الإلكترونيك للسيارات الإلكتروميكانيك في الأنظمة التلقائية صناعة الإلكترونية لمالية والمحاسبة تدبير المقاولات لهندسة المدنية هندسة التكييف صناعة الآلات الأذوتية والآلات دطع الصنع التلقائي كذلك الإدارة الفندقية تدبير الفندقي الإدارة الفندقية كذلك الإقامة والاستقبال الميكاترونيك الميكاترونيك مناهج صناعة الميكانيكية لإنتاج المطبعي تقنيات كتابة الإدارة تقنيات تنمية في وسائط الاتصالات المتعددة تقنيات تنمية في المعلوميات تقنيات متخصص في الاتصال تقنيات شبكات المعلوميات معالجة الأسطح التصنيع على الآلات ذات تحكم الرقمي إذن بالنسبة للملكية الجوية هدو هما التخصصات التربين فيها ذكورا وإيناتا بالنسبة للشروط شروط الحل العائلية عازب أو عازبة بدون سوابق عدلية ألا يتجاوز عمر المترشح 25 سنة في 16 وشت 2022 أن يكون المترشح حاصلا على شهادة البكالوريا أن يكون المترشح حاصلا على ديبلوم تقني المتخصص المسلمة من طرف إحدى المعاهد العليا للتكنولوجيا التطبيقية التابعة لمؤسسة كوين المهني وإنعى الشغل يعني لستية تمتع بصحة جسمانية القامة 1.65 على الأقل بنسبة للذكور ومترو 60 على الأقل بنسبة الإينات أن يكون المترشح قد تلقى التلقيح للضيفيروس كورونا أن يتم قبوله من طرف لجنة الانتقاء الأولي يعني فاشك تجمعوا هاد لدوسي ديالكم واللي متوفرين في هاد الشروط كي جمعوا هاد الدوسي وكي يمشيوا الموقع الإلكتروني www.recruitment.far.ma قد تكسجلوه في لابار ديالاروشرش www.recruitment.far.ma وغادي تحملو هاد الوثائق ومن بعد فاشك تحملو هاد الوثائق كيكون لجنة ديال الانتقاء كتعتمد على معدلات السنة الأولى والثانية من سلك التكوين في المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية يعني كتأخذ المعدلات ديالكم اللي حصلتوا عليها في الستياء السنة الأولى والسنة الثانية بناءً على دوكل معدلات كيصفتوا لكم استدعاء في البريد الإلكتروني ديالكم وكيتواصلوا معكم فين غادي تجيوا باش تدوزوا المباراة غادي حدودوا لكم التاريخ وغادي حدودوا لكم كذلك المكان فين غادي تجريوا لاختبارات طبية والبدنية والنفسية من بعد غادي تجريوا كذلك اختبار شفوي ويجب على المترشحين والمترشحات استحاب لوازم الرياضة لأنكم كيفما قلنا غادي تدوزوا غادي تدوزوا اختبارات بدنية ونفسية وقديرين واحد الملاحظة هنا ترتيب المترشحين لدينا سيجدزون بنجاح هذه المختبارات سيتم معتمادا على المعدل العام المحصل عليه انطلاقا من معدلات السنة الأولى والثانية من سلك التكوين في المعاهد المتخصصة يعني غادي اعتمدوكم على لينوت ديالكم اللي جبتو فلسطية فلسطية نمشيو الخراء المباراة هذه الملكية الجوية نمشيو البحرية الملكية بالنسبة لمباراة ضباط الصف البحرية الملكية كذلك يلي خريجي المعاهد العليا للتكنولوجيا التطبيقية سنة 2022 وبالنسبة ركاينة عندي نفس هذه المباراة ولكن عندي ديال شهادات البكالورية فقط ولكنها فتع لها الوقت إن شاء الله تلعب من جاي ونحط لكم الجديد فيها لبقينا في الحياة تنظم القوات المسلحة الملكية مباراة لفائدة شبا المغاربة خارجي المعاهد العليا للتكنولوجيا التطبيقية الراغبين في الإنخيرات في سلك تلامية ضباط الصف البحرية الملكية وذلك ضمن التخصصات التالية الإلكتروميكانيك الأنظمة التلقائية تقنية متخصصة في الاتصالات تقنيات شبكات المعلوميات على الراغبين في الإنخيرات وجوبا توفر على الشهر التالية يعني خصوم يكونوا توفرين على الشهر التالية الحالة العائلية عازب بدون سوابق عدلية ما يتجاوز سين المترشحة المترشحة 25 سنة لفستة شوشة 2022 أن يكون المترشح حاصلا على شهادات البكالورية كذلك حاصلا على ديبلون تقني المسلم من طرف إحدى المؤسسات أو إحدى المعاهد تابعة للمعاهد العليا للتكنولوجية الطبيقية تابعة لمؤسسة تكوين المهاني وإنعى الشغل تمتع بصحة جسمانية جيدة لقام ما بين متر وخمسة وستين على الأقل بالنسبة للدكو ومتر وستين بالنسبة للإينات وأن يكون قد تلقى المترشح تلقي حددها فيروس كورونا وأن يتم قبوله من طرف لجنة الانتقاء كذلك يجمع دلو دوسي ديالو ويحطو ويدفعو في السيت www.recruitment.far.ma يتم الانتقاء كذلك هنا اعتمادا على المعدل العام محصل عليه انطلاقا من معدلات السنة الأولى والثانية من يعني السنة الأولى والسنة الثانية من سلك تكوين في المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا الطبيقية ونفس البرستيديور كيعتمدوا كذلك على المعدل ومن بعد كيتموا استدعاؤكم من طرف اللجنة باش تدوزوا الاختبارات البدنية والنفسية والرياضية بشيو المباراة بالنسبة لمباراة ضباط الصف القوات البرية كذلك لخريجي المعاهد العلية لتكنولوجيا الطبيقية سنة 2022 تنظم القوات المسلحة الملكية مباراة لفائدة شباب المغاربة خريجي المعاهد العلية لتكنولوجيا الطبيقية الراغبين في الانخراط في السلك ضباط الصف القوات البرية ذلك ضمن التخصصات التالية هاوما التخصصات لطالبي مساعد في طب الأسنان سمع البصاري الآلية والأدوات الصناعية مكتب الدراسات في التركيب المعدني مسير الأعمال الأشغال العمومية الأمل سبراني شخيص والإلكترونيك السيارة نجاعة الطاقية الكهرباء والإلكترونية دي السيارة إلكتروميكانيك إلكتروميكانيك الأنظمة التلقائية تقنية متخصص في وسائل النقل المالية والمحاسبة هندسة تكيف الهندسة التوبغرافية سير المقاولات التذبير الفندقي الأشغال الكبرى الأنظمة الهيدروليكية الهيدروليكية والهوائية طبعاً المعلومات لما نهيش في الصناعة الميكانيكية مدرب الفروسية طاقمي الأسنان مسؤول استغلال لوجيستيك تقنية متخصص في الآلات ذات المحرك السيارات تقنية متخصص في الآلات ذات المحرك دي الوزن التقليل والحافلات تقنية في فن الطباعة تقنية نمية في المعلوميات تقنية كتابة الإدارة تقنية شبكة المعلوميات تقنية متخصص في الاتصال الحراريات الصناعية معالجة الأسطحة مربي متخصص في الطفولة الصغرى إذا بالمناسبة للقوات البرية هذا الشيء كذلك اللي طالبين فيها هذه هم التخصصات وبالنسبة للشروط الحل العائلية عازي بدون سوابق ما يتجوز عمر المترشح 25 سنة 16 وغشة 2022 يكون حاصل عشادات البكالوريا بالإضافة إلى ديبلوم تقني المتخصص من إحدى المعاهد العليا للتكنولوجيا التطبيقية تابعة لمؤسسة تكوين المهنية وإنعى الشغل تمتع بصحة جسمانية جيدة لقامة متر و 65 بنسبة الدكرة و متر و 60 بنسبة الإينات وأن يكون قد تلقى تلقيه ضد فيروس كورونا وأن يتم قبوله من طرف لجنة الانتقاء كذلك هذه الوسائق يجمعون ويدفعون في الوصيد www.rocrutement.far.ma كذلك يتم استدعاء المترشحين والمترشحات يعني انطلاقا من معدلة السنة الأولى والثانية من سلك التكوين في المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية كذلك هناك يعتمدوا على المعدل من بعد فش يعني كيكون ذلك الانتقاء الأولي كيبعثوا لكم استدعاءات في جيميل عندكم وقد توصلوا معهم كيعطيكم مكان المباراة ومكان إجراء الاختبارات طبية والبدنية والنفسية وكنتمنى لكم حد موافق وحد سعيد ما تنسوش تشاركوا في القناة باش توصلوا بكل جديد وتشاركوا الفيديو مع الأصدقاء وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر